مرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس مادة العلوم الصف الخامس الابتدائي اليوم سنقوم بمراجعة الفصل الثامن العواصف والمناخ هذا الدرس يقدمه لكم الأستاذ بندر التركي سنقوم اليوم بمراجعة المحتوى العلمي الوارد في الفصل وحل بعض الأسئلة الذات العلاقة بالفصل وتطبيق الطريقة العلمية وبعض مهارات حل الأسئلة إن الفصل الثامن العواصف والمناخ يشمل درسا عن العواصف ودرسا عن المناخ والآن لنتحدث عن بعض المفردات الهامة في هذا الفصل العاصفة الرعدية هي العاصفة التي يصاحبها البرق والرعد والأمطار العاصفة الثلجية هي العاصفة التي تنتج الثلوج وتحدث وتتكون عندما تتلاقى كتلتان هوائيتان متفاوتتان في درجة الحرارة والرطوبة العاصفة الرملية هي عاصفة تحمل الغبارة والرمال المفككة الإعصار القمعي هو الإعصار الذي ينشأ بسبب اختلاف الضغط وهو مشابه للإعصار الحلزوني إلى أن الأخيرة يعتبر عاصفة كبيرة ويغطي مساحات بعيدة ثم لدينا الأمواج العاتية أي الأمواج التي تكون قوية وترتفع وتغطي مسافات كبيرة والأعصير الدوارة هي الأعصير التي تتحرك بشكل دوراني ثم نتحدث عن المناخ وهو الحالة الجوية في مكان محدد خلال فترة محددة بينما التيارات المائية هي حركة المياه في اتجاه واحد وهناك ذل المطر أي منطقة من الجبل تقع في جانب غير مواجه للريح وأخيرا سنتحدث عن تغير المناخ وهو التغير طويل المدى في حالة التقص في مكان ما والآن لنبدأ الحديث عن العواصف إن العواصف تقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية هناك العواصف الرعدية وهناك الثلجية وهناك الرملية يتميز العواصف الرعدية عادة بهطول الأبطار الغزيرة يصاحب ذلك البرق والرعد وربما تثول الرياح أيضا مع هذه الأمطار وقد تنتج السيول أما العواصف الثلجية فهي تتميز بكمية كبيرة من الثلج يصاحبه انخفاض درجات الحرارة إن العواصف الثلجية قد تكون سببا لعزل الطرقات والناس وتصعب الانتقال من مكان إلى مكان آخر وهناك أيضا العواصف الرملية إن العواصف الرملية تحدث في الأماكن المفتوحة التي لا توجد فيها أغطية نباتية مما يسمح للرياح بحمل ذرات الغبار والرمال وإثارتها في الهواء مما يسبب العواصف الرملية والآن لنتحدث عن الأعاصير إن الأعاصير عبارة عن رياح متحركة بشكل دوار هذا الدوران ينتج عنه ضغط مرتفع وضغط منخفض في جانبي الإعصار مما يزيد من سرعة دوران هذا الإعصار قد تكون الأعاصير قمعية تنشأ على اليابسة تغطي مساحات بسيطة قد تختفي بسرعة وقد تكون قوية لكنها أضعف بكل حال من الأعاصير الحلزونية التي تنشأ عادة في المحيط وتغطي مساحات كبيرة وتتجه أحيانا نحو اليابسة تكون سرعتها عالية وقوتها المدمرة أكبر وتدوم فترات أطول كيف يتتبع العلماء العواصف إن العلماء يستخدمون أجهزة مختلفة لقياسات الضغط والهواء والرياح والحرارة إن أمور كثيرة تحدد حركة العواصف واتجاهها من ضمن هذه الأجهزة المستخدمة رادار دوبلر وبالونات الطقس والأقمار الصناعية عن طريق القياسات المختلفة يستطيع العلماء معرفة مكان نشوء العواصف واتجاه حركتها وسرعة دورانها وبالتالي يستطيعون إنذار الناس إن كان هناك خطر يحدق بهم والآن لنتحدث عن المناخ إن المناخ هو حالة الطقس في مكان ما خلال فترة زمنية طويلة فقد يكون المناخ في مكان ما حارا وقد يتميز المناخ في مكان ما بالرطوبة يترى ما العوامل التي تؤثر على المناخ هناك عوامل عديدة تؤثر على المناخ نذكر بعضها فدوائر العرض والحرارة والأمطار هي جزء من العوامل التي تؤثر على المناخ إن دوائر العرض تستخدم في تقسيم الأرض إلى مناطق مناخية مختلفة هذه المناطق تتميز بنسبة خاصة من الحرارة ونسبة مخاصة من الأمطار إن سبب تقسيم دوائر العرض بهذا الشكل يعود إلى سقوط أشاعة الشمس على الأرض بشكل مائل فإن أشاعة الشمس تسقط بشكل عامودي على خط الاستواء وهذا يسبب حرارة عالية بينما تقل الحرارة كلما ابتعدنا شمالا وجنوبا بسبب زوايا السقوط الأشاعات الشمسية هذا الأمر يجعل درجة الحرارة أقل في هذه المناطق مما يسمح بتأثر المناخ وتغيره من هذه الأماكن بالإضافة إلى العوامل الأخرى المختلفة مثل المسطحات المائية إن المسطحات المائية تتحكم في درجة الرطوبة المؤثرة في المكان إن التيارات المحيط وحركة المياه أيضا تؤثر على مناخ المكان لأنها أحد العوامل المسببة لحركة الرياح إن المناطق الجبلية المرتفعة أو المناطق المنخفضة الأودية يختلف فيها المناخ أيضا إن جميع هذه العوامل تؤثر على المناخ كما أن المناخ أيضا يؤثر على البيئة الحيوية الموجودة في هذا المكان فبعض الأماكن تحتوي كائنات حية لا تعيش إلا في أنواع محددة من المناخ فمثلا لا يستطيع أن يعيش الدب القطبي في منطقة استوائية لأن مناخ المنطقة الاستوائية حار جدا بالنسبة للدب القطبي وبالعكس لا تستطيع نمور السهول الإفريقية مثلا العيش في مناطق تلجية لأنها لا تستطيع أن تتحمل درجات البرودة الهائلة وهذا الكلام ينطبق أيضا على النباتات وحتى الأسماك وحتى الحشرات والأزهار إن البيئة الحيوية الموجودة في مكان ما تعتمد بشكل كبير على مناخ هذه المنطقة والآن لنتحدث عن الاحترار العالمي إن الاحترار العالمي هو ما يقصد به ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض أكثر من المعدلات الطبيعية المتعارف عليها خلال السنوات الماضية إن أشعة الشمس ترسل حرارتها نحو الأرض وتصطدم بسطح الأرض وتنعكس مرة أخرى إلى خارج الغلاف الجوي هذا الأمر يسمح بتسخين سطح الأرض إلى درجات حرارة مقبولة تناسب الكائنات الحية التي تعيش عليها لكن وجد علماء الطقس أن درجات حرارة سطح الأرض تزداد خلال السنوات الماضية وقد فسروا ذلك بظاهرة الاحترار العالمي وربطوا ذلك بزيادة إطلاق غازات الدفئة في الهواء الجوي إن غازات الدفئة هي الغازات الناتجة عن احتراق الوقود وعن عمل المصانع والغازات الناتجة من عوادم السيارات وأنواع مختلفة من الغازات التي زاد إنتاجها بسبب تطور الحياة الصناعية للإنسان هذا الأمر جعل الأشعة الشمسية تصطدم بالأرض وتعود لتحاول الخروج من الأرض لكنها تصطدم بهذه الغازات التي تعيدها مرة أخرى إلى الأرض فقامت بحبس هذه الغازات قريبا من سطح الأرض مما أدى إلى هذه الضائرة ظاهرة الاحتباس الحراري أو ما يعرف بالاحترار العالمي إن عوامل كثيرة تساهم في التغير المناخي إن زيادة الحرارة ستجعل موطن عديد من الكائنات الحية غير مناسب لها كما أنها ستعمل على إذابة الجليد الموجود في القطب الشمالي والجنوبي مما سيزيد منسوب البحر وذلك سيعمل على إغراق أماكن كثيرة يوجد بها سكان أصلا بما يجعلهم يهجرون هذه الأماكن لذلك يجب علينا أن نحرص على الحفاظ على سلامة المناخ الموجود على الكرة الأرضية لأنه سيؤثر على حياتنا بشكل أو بآخر والآن دعونا نجب عن هذه الأسئلة ما هي خطوات التعامل مع العواصف المختلفة؟ أحسنتم لابد أن نستعد لها مبكرا إن بعض العواصف تقطع الطرق وبالتالي يصعب الحصول على بعض المواد الأساسية المهمة للحياة فلابد أن نكون مستعدين لذلك بتخزين بعض المواد الأساسية احتياطا للظروف الطارئة الإنذار المبكر مهم لمعرفة التعامل مع هذه الأعاصير كما يجب علينا أن نبتعد عن مصادر الخطر عند حدوث هذه الأعاصير وربما يتطلب الأمر في الأعاصير القوية إخلاء المكان والانتقال إلى مكان آخر أكثر أمانا والآن دعونا نجيب عن هذا السؤال كيف يمكن التقليل من أثر العواصف الرملية؟ أحسنتم إن زراعة الأشجار في الأماكن المتصحرة تمنع انتقال الرمال والغبار بواسطة الرياح هذا من شأنه أن يقلل من أثر العواصف الرملية يترى أيهما يتم اكتشافه مبكرا؟ هل الإعصار القمعي أم الحلزوني؟ أحسنتم إن الإعصار الحلزوني يمكن اكتشافه مبكرا لأنه ينشأ بعيدا في المحيطات فيسهل ملاحظته بسبب كبر حجمه يمكن للرادار أن يرصده بسهولة لكن الإعصار القمعي ممكن أن ينشأ وليد اللحظة خلال عواصف رعدية مثلا يا ترى ما أثر دراسة التقصي وقياساته على حياة الإنسان؟ أحسنتم يستطيع الإنسان التنبؤ بالمخاطر المحتملة ويستطيع أن يستعد للتغيرات المختلفة عندما نعلم أن موجة حارة قادمة يستطيع أن يستعد لها وعندما يعلم الإنسان عن عاصفة قادمة يستطيع أن يستعد لها يا ترى لماذا تستخدم أجهزة متنوعة لقياسات التقص؟ سنتم لأن كل جهاز وكل نوع من هذه الأجهزة يقيس نواحي محددة ومعروفة في التقص هناك جهاز يقيس الحرارة وهناك آخر يقيس الرطوبة وثالث يقيس حركة الرياح وأجهزة أخرى يقيس نواحي أخرى من التقص وعندما عرفت كل البيانات هذه يستطيع العلماء استنتاج حالة التقص وماذا ستقول له الحالة الجوية في هذه المنطقة تتعدد العوامل المؤثرة في المناخ كيف يؤثر ذلك على فهم نالة؟ إن العوامل المؤثرة في المناخ متعددة هذا الأمر يجعل فهم تغيرات المناخ أكثر صعوبة لكن فهمنا لكل عامل من هذه العوامل على حدة أي لوحده يساعد في تشكيل صورة في أذهاننا عما سيؤول إليه المناخ والطقص في الأيام القادمة ومع ذلك لا يمكن التنبؤ بالمناخ والطقص وتغيراتهما بنسبة كامل لكن يمكن التنبؤ بذلك بنسبة عالية جدا كيف يمكن التقليل من أثر غازات الاحتباس الحراري؟ أي ما يعرف بغازات الدفئة أحسنتم عن طريق التحول نحو استخدام الطاقة الخضراء الطاقة الغير ملوثة للبيئة إن غازات الاحتباس الحراري ناتجة عن الوقود الملوث للبيئة فيجب علينا التحول نحو الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والطاقة الرياح والطاقة المياه الجوفية وطاقة الشلالات أي طاقة مناسبة للبيئة وصديقة للبيئة تتوفر لدينا ستكون حلا مناسبا للتخلص من الطاقة الملوثة والحفاظ على مناخ الأرض هل تتأثر حياتنا بسبب التغيرات المناخية؟ نعم إن حياتنا تتأثر بها أحيانا بشكل مباشر وأحيانا بشكل غير مباشر فنحن نشعر بالبرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة وهذا يؤثر علينا ويتؤثر أيضا بشكل غير مباشر فالحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة تقلل من جودة المحصول وقد تموت النباتات وقد تساهم في تهجير نوع من أنواع الحيوانات أو تمنع بعض أنواع المواشي من أن تعيش في هذه المنطقة وبالتالي يفقد سكان هذه المنطقة هذه المصادر الغذائية المختلفة من نباتات أو حيوانات وهذا تأثير غير مباشر شكرا لكم وأتمنى أن ألقاكم في درس مقبل إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر